إلى الأسواق الخليجية لدينا دبي على تراجعات بخمس نقاط سيولة ضعيفة نوعا ما في سوق دبي 3336 نقطة تحدث عن سوق أبوظبي بثماني نقاط من التراجعات وأيضا مؤشر قطري على ارتفاعات بثماني عشر النقطة المئوية ننتقل إلى نتائج الشركات الإماراتية حيث أظهرت البيانات المالية لشركة أرافتك القابضة تحول الشركة لربحية في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من عام 2016 حيث بلغت الرباح خلال الفترة نحو 47.9 مليون درهم مقابل خسائر قيمتها 2951 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2016 بالتالي سهم أرافتك كانت توقعات تشير إلى 45 مليون درهم جاءت دون التوقعات ووسط ارتفاع الإيرادات أدت هذا السهم إلى ارتفاع الشركة وبالتالي تحولها إلى الربحية وهناك ارتفاعات للسهم يتفاعل إيجابيا بأكثر من 2% عند الدرهمين وخمسين هللة أيضا من ضمن الأخبار التي نتابع عن دريك أنسكال حيث وسجلت دريك أنسكال أرباحة خلال الربع الرابع بلغت 700 ألف درهم مقارنة مع خسائر بلغت قيمتها 489 مليون درهم وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات فيما طفاق قامت خسائر العام بأكمله ب72% إلى مليار و400 مليون درهم وبالتالي هناك تحول لربحية في الربع الأخير لشركة دريك أنسكال قامت الشركة نذكر بإعادة هيكلة رأس مالها أيضا ودخل دخول مستثمر تبارك في ضخ أكثر من 500 مليون درهم في الشركة والسهم على ارتفاعات بنصف النقطة المئوية نتحدث عن درهم 860 فلس وطبعا جاءت هناك الأفضل من توقعات المحللين توقعات المحللين كانت تشير إلى تكبد خسائر لشركة دريك أنسكال بـ 115 مليون درهم أيضا من ضمن النتائج التي نتابعها في الأسواق الإماراتية عن داماك حيث أظهرت النتائج المالية لشركة داماك العقارية تراجع أرباح الشركة بالربع الرابع من العام الماضي بنسبة 46% مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2016 بلغت أرباح الشركة في الربع الرابع من العام الماضي 455 مليون درهم مقابل ربح قيمته 855 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2016 طبعا ارتفاع تكاليف المبيعات السنوية بـ 20% أثر على الشركة وأثر على تراجعاتها وقامت أيضا الشركة أيضا بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% والسهم على ارتفاع بـ 13 نقطة مئوية عند ثلاث دراهم و31 فلس أيضا GFH أعلنت هذه المجموعة عن تحقيق تراجعا بالأرباح السنوية خلال عام 2017 بنسبة 52% مقارنة بأرباح عام 2016 وبلغ صافي قيمة الربح الصافي للمساهمين بالمجموعة من نحو 104 مليون و180 ألف دولار أمريكي مقارنة بأرباح مقدارها 217 مليون دولار في عام 2016 إذا اقترحت المجموعة دفع توزيعات أرباح نقدية بواقع 8.17% أي ما يعادل 2.31% للسهم الواحد عن عام 2017 وبالتالي نلقي نظرة على السهم متراجع بـ 2 في المئة طبعا جاءت أقل من توقعات المحللين دون توقعات المحللين جاءت GFH وبالتالي نشاهد هذه التراجعات القوية على بيت التمويل الخليجي مشاهدين ننتقل إلى قيادية دبي نرى كيف الصورة في القيادية دريك أنس كالربي نصف النقطة المئوية كما ذكرنا إعمال عقارية تراجعات لاحظوا ما الذي يضغط على سوق دبي إعمال عقارية سهم قيادي بـ 2.13 نقطة المئوية من التراجعات أرابتك نتيجة النتائج الإيجابية للشركة السهم يتفاعل والارتفاعات بـ 2% نلقي نظرة على الأسهم المالية في سوق دبي كيف الصورة في الأسهم المالية أو قطاع المصارف بالنسبة لسوق دبي سوق دبي المالي بـ 19.100 من الارتفاع مصرف عجمات 19.100 من مصرف السلام بأكثر من 3% ننتقل إلى القيادات في أبوظبي والأسهم العقارية أيضاً والأسهم التي تعتبر قيادية في السوق دانا غاز بـ 31.1 نقطة المئوية من التراجعات طبعاً هناك كان خبر برويترز عن أنه رفض دائنية السكوك أي مفاوضات مع الشركة وبالتالي السهم يتراجع سلباً وبتراجعات قوية أبوظبي للطاقة بـ 1.5 نقطة المئوية ننتقل إلى قطاع المصارف بأبوظبي كيف الصورة الآن لدينا باك أبوظبي التجاري بـ 15 نقطة المئوية باقي باك الشارق على استقرار أيضاً باك رأس الخيمة الوطني بتراجعات بـ 20 في المئة